السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو باتش نوت 8.12 الباتش نوت هذا على كلام ريوت آخر باتش في الفترة القريبة اللي حيكون فيه كده تعديلات مرة كبيرة قبل الميت سيزون أو قبل ما يبدأ بيقول لك الفوكس حقهم في الباتش هات الجي حيكون علي انهم والله يسووا بالانس للجيم طبعا الجيم برا الخربان ده حين كلنا عارفين شنجز اللي سووها سواء في الباتش حق الميجز تالي هو 8.12 ولا الجنجل اللي هو السكتل ولا شنجز حقتها ولا الماركس من الجسمانس 8.11 كلها قلبة أمه الجيم فوق تحت والجيم ده حين محفوص وإن شاء الله مع الكم باتش الجي يقل لك بين سواء بالانس وحنشوف كيف حيث يسواء بالانس في كل حالات نبدأ الباتش نوع 6 champion إليس 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 سوو لها بوف هي من فور موفمت سبيد زواتها من 325 إلى 330 بايدر فور موفمت سبيد من 350 إلى 55 ال W بيس دامج زوادوها من 55 إلى 60 إليس دائما دائما لما تكون الجنجل الميتا إيرلي جيم يكون إليس دائما موجودة فيها وحاملة كويس إلا إلا في الباتشات اللي فاتتها لأنه إليس كانت مرة بنرفها الدامج اللي بسبيه مرة قليل تقول لك نبع رجالة شوية ألف ونبع نشوفها شوية في القيم فقدناها بوف بسيط على ال W ما أدري إذا البوف هاته هيرجعها في القيم 100% ولا لا بس إليس إذا كنت شامبيون تبلي رايتناو إزريل، مسلسل النيرفس اللي إزريل يستمر عشانه كان متربع على قمة ال ADC اللي فترة طويلة كل باتش بيساولو تعديل بسيطة الباتش هاد عشان يساوه، نقصوا الأرمور حقه بدات القيم من 25 إلى 22 وكده تيسرت الفاكت أنه هو والله بوك ADC، لازم تلعبه من بعيد، لازم تتوقع من بعيد، لازم ما تقرب لأنه الأرمور حقك مرة قليلة لما تنضار يبحت 13 في نصف السيزن اللي فات، أو في نصف الباتش اللي فات، اللي هو 8.11 نقصوا الأتاك دامج كروث حقه من 3.11 إلى 2.5 ونقصوا الباسف حقاته كروث، رايزنج سبيل فورس أتاك سبيد من 10% بيرستاك من 10، 12، 14% بيرستاك، اللي يخلوها 10% بس فالنرفات هادية هتخلي إزريل يصير أظن من S تير لتير 1 كويس ولا مو كويس، ما أدري، ما زال يتلعب الـ Progression حقه حيصير أسوأ الـ Late Game حقه حيصير مرة أسوأ وما أدري صراحة الـ Change هاته حيصيره بلدس أو حيصيره برلمات كندرت، ما زال مسلسل البفات يستمر لكندرت ما يراجعه الـ Game بأي طريقة، ما في باتش مرة علينا في الـ 5 أو الـ 6 الباتش هاته اللي فاتت إلا كندرت في ما أخله بوف ودحين أخذ له تاك سبيد كروث، 2.5 إلى 3.5 الـ Q، بونس تاك سبيد بوف، 25% بدى 10% الـ E بيس دامج حقه زاد من 85% من 65% لـ 80% من 160% الـ Jungle Wave Clear حيصير حقه أسرع الـ Damage اللي حيصيره و الـ DPS اللي حيصيره حيصيره أكبر وأظن هذا الـ Change اللي كان نقصه عشان يرجع الميتا Tier 1 أو Tier 2 أقل شيء، حنشوفه في سؤاله مفروض كثير، ما أدري إذا في LCS ولا لا لأنه ما زالت عنده مشكلة الطريقة تجميع الـ Stacks حقته ما زالت شوية صعبة شوية تقييرة ويبغى لها Coordination مع التيم، الله أعلم Listen بوف مرة ثانية الـ W حقته نقصه كل دامج حقها من 14 إلى 12 الـ E زود الدامج حقها من 70 إلى 80 Listen is definitely من الـ Champions اللي حيصيره في الميتا ودفنت لي مرة كويس في Solo Q وحيستمر بوبي برضو نفس الشي بيحاولوا يسوي لها كذا بوف يرجعها الـ Game بأي طريقة لهم فترة ويستمر مسلسل البفات الـ Cooldown في البداية ما فرق الـ Late Game ما يفرق الـ Passive cooldown هذا ما له أي معنى لأنه ما يفيد ولا أي حاجة أكثر فترة تستفيد منها بوبي من Passive حقتها في Laning Phase وما فرقت مرة كثير يعني زي ما هي 16-16 هو الـ Level 13 في دقيقة سوري في Level 7 اللي هو Already Mid Game نقصت ثانية واحدة ما يفرق في Late Game نقصت ثانيتين في Late Game أصلا ما في Team Fight تحتاج فيها الـ Passive حقتها مرة كثير الكيو هامر الـ Cooldown نقصوها الأربع ثواني في Late Game ثانية واحدة كروسهول الـ Game الـ Ratio bonus damage زودوا بـ Pass إلى 9 وهي عامة من الـ Champions اللي ما تبني أتاك دعم جايتمز كثير فالـ Change هذا برضو ما هو أظن الـ Change هذا كله بس كده يعني أنتبهولنا ترى إحنا بوبي بنزودها ألعبوها شوية نباكم تلعبوها شوية بس ما أظن نرجعها الميتا رمبل مع الـ Changes اللي صارت في الـ Patch اللي فات بالزات كثير بيقولوا رمبل كان ممكن يرجع الـ Game احتمال كبير الـ Change هذا يخلي يرجع لأنه الـ Base Shield زاد من 80% هذا معناها الـ Potential حقه في الـ Early Game ولا في Laning Phase مرة جيد مرة جيد يقدر ياخد دامج زيادة أكثر من دون أي مشاكل زودوا الـ Ability ratio برضو زيادة من البداية وكمية الـ Shield اللي حيجيله مو طبيعي الـ Alty برضو زودوا الدامج حقها من 650 بسبعمية زياد 1.75 Ability Power وهذا بف مرة كبير هذا البف بيقول رمبل أرجع للـ Game أظن أظن حنشوف رمبل مرة كثير سجواني بف بفوها، نرفوها، بف بفوها، نرفوها، بف بفوها، نرفوها الآن قال لك بره الـ Game أنا أريد أن أرجعها شوية للـ Game فأحاولوا سوية التعدلات وتحاولوا يرجعها في الـ Game لا أفهم ليس التعدلات هذه يعني غريبة التعدلات بدلاًا يرجعها للـ Game بكوننا تانكي شوية راح زودوا الـ AP حقها يبوها تتلعب AP لا أفهم صراحة باكل حالات Icebreaker damage vs monsters 400 flat لـ 10.2 target maximum health Max 300 against epic monsters هذه هذا الـ Nerf بسيط على الـ Wave Clear حقها adding damage vs. other targets Enemy champions Epic Enemy champions Epic Large monsters Super minions and siege minions من سي بلا 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 عشان زودوا الدامج حقتها مع انه زودوا الابلتي باور ريشيو انا ماني فاهم الابلتي باور ريشيو ايش هتسفيدها في بداية الجيم بزات انه الباسيف اللي انيميس الباسيف كانت تسويت 400 دامج الحين صارت 10 او الى 20 في المية منها تارجت ماكسلث على حسب ماكسلث اكثر شي تسويه 300 في احسن حالاتها هتسوي 300 400 و اقل من 400 اللي كانت بتسويه اول الW زودوا الدامج حقها حبتين شوي ال E انامي شامبيون زبا بلا 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 ماانسلسة بامين زبا سيزة منيونز تارجت زي ماهو نانشامبيون كولداون عشان ربا بلا 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 دامج انامي شامبيون كولداون شاءلوا النانشامبيون كولداون غريب ال E كان لما يجي على نانشامبيون مااني فاهمش هذا صراحة مااني فاهمه عفتي بس في كل الحالات زودوا الدامج وزودوا الRatio كل اللي سووه زودوا ال اي بي ريشيوز حقتها يعني يبقى تلعب سجواني شوية اي بي تاخد ايتم اي بي ما اظنوا حتى تستفيد من اي حاجة انه دايما البيلت باتس حقتها كلها توردس هلث و وشو اسمه وارمر بالزات عشان اف يوان تريدس الوار مقبلت ما ادري ايش هالفايدة منها الا يمكن بيقول لك زي ما اساوه في شيفان اي بوك تلعبها اي بي كده تفل يعني لما تلعب ترول بي تروح فو ال اي بي تبهدل الناس بي الله اعلم تلية كل انا عارفين الباتش اللي فات خلاها تصير the best jungler في القيم احسن جنغلر في القيم حاليا تلية يبغوا يخففوا شوية كمية الدامج اللي بتسويها على أساس تصير ما تصير اوبراسيف بالطريقة المجنونة هذي تلية الوضع الحالي الوضع الحالي قبل الباتش هذا كانت احسن جنغلر احسن ويف كلير احسن دامج اسرع جنغل عشان الباسف حقاتها تمشي جنب الجدراء مرة بسرعة فما كان اقدر اياه حد يقدر يلحقها ويتعامل معاها وما تشبه كلير حقها على قول الاس بيقولك صارت graves on steroids graves معضل فاللي صار 60% for rocks beyond the first 50% for rocks beyond the first اظن هذا ما في دامج حق الكيو ما نقص مرة كتير بس بلانس بسيط وفي نص الباتش اللي فات عملوا لها تعديل شوية يعني زود الاتاق دامج حقها 40% for rocks beyond the first هذي البف اللي سواهه في نص الباتش رجعه كان 40% صار 60% رجعه 50% الاي حقتها زود الدامج حقها ما زال التاريه حتكون مرة كويسة ما زال يعني البلتشنج هذا ما حيخليها تطلع من القيم ولا حيخليها بلانس لسه لانه لازم لها كم نيرف تانية عشان يخرجها عشان يعدلها يوريك يبا يعطوني شوية حب ما هو موجود في القيم وما زال ما حيكون موجود في القيم كل اللي سواه كل داون حق الـ 7 ثواني نهاية القيم بدلا يكون 5 صار 4 best walkers maiden لذا ما في شي هذا ناسوس wannabe ما له اي فائدة gen bug fix ما في شي ضروري mid patch 8.11 في نص الباتش 8.11 تعديلات البسيطة هذي الدامج حق البلازمة on hit نقصوه من 17-11 البلازمة per stack damage من 1.9 صار إلى 1.5 بعد ذا نقصوه بلازمة AP ratio نقصوها زود الـ ratio حق الـ كايسة ما زالت champion request في الميتا tier 1 ما حقول استير أي مور عشان تشينجز اللي سووها في الـ items الجديد اللي هي الـ اللي خلت لوسين مو لوسين إن كان essence reaver والـ item الجديد هذيكا storm وكل حالات بايك سواله buff زوده الـ health pair 5 حقه من 5 إلى 7 الـ base mana زوده الـ base armor زوده الـ base attack damage زوده وهذا التشينج صراحة غريب بالنسبة لي يمكن عشان الناس لسه ما ترفتلع بايك زي الناس وبايك يقول لك من الـ champions اللي إذا في يد واحد محترف يبدع بيه بطريقة مطبيعية في يد واحد سيء ما حيسوي فيه أي حاجة ولنكرف حقه عالي فـ I don't know He does seem squishy بايك حاليا شوية squishy بالذات في بداية الـ game I understand the armor change I don't understand the base attack damage change هذا صراح ياسوا في برضو في نصر الباكة اللي فات زوده عشان الباكة حق الـ IE طلع ياسوا تقريبا من الـ game فقاموا أدول شوية AD و Steel Tempest crit damage بدل 150-180 combination of bow's gloves and infinity edge properly grants ياسوا 40% crit هذا كان bug fix المشكلة أظن التعديل هذا حيخلي ياسوا out of control يعني احتمال لازم بياسوا يتبنى مرة ثانية التعديلات على الـ shields والـ abilities والـ items جانا نقصوا كل الـ supports يعني والـ items حقه السupport سال لها باب أقول بس Nerf تغيرت شوية في المكان الـ E كان لما تحط الـ E حقه جانا على واحد تجلس الـ E storm now shields decays over the duration over the duration over 3-4 ثواني أظن؟ 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 من بعد فاصلة 7-5 ثانية تبدأ يبدأ يختفي الـ shield يعني يبدأ ينقص الـ shield ليس دكيز يبدأ ينقص اللي هو الـ shield يسوي shield 100 armor بعد فاصلة 7-5 يبدأ ينقص يصير 150-60 ما دلش الفورمولة وأكيد فريق سيكتبها بالتفصيل بس عامةً سيصير لـ decay الـ E حقه تكارب من نفس الشي shield duration كان 4-8 ضحيني 2-5 ثواني and upload a place بعد 4 ثواني كان يجلس 2-5 ثواني ويختفي طبعاً الـ Changes حقه تـ Shield عامةً أقل واحد أثرت عليها كارما لأنه عامةً كارما Shield حقها دائما تستخدمه OnSpot وما تحتاجه 4 ثواني بصراحة يعني ياتستخدمها مع المانتر عشان يكربوا بما سبيدكم تجري ياتستخدمها عشان عشان بس تشلت حاجة على السريع فالشانج هذا ما هو مرة كبيرة على كارما قد ما هو مؤثر على جانا وعلى لولو لولو shield duration من 6 ثواني 2-5 والـ Pix Attachment duration 6 ثواني ما تغير شيء يعني إنتار لما نسوي shield على واحد تخلي الـ Pix الـ Pix يتبقى بزي ما هي 6 ثواني الـ Shield هو الوحيد اللي هيختفيها ثانية ونوص وهذا الـ Change سيمي برضو نفس طريقة كارما إلى حد ما على لولو مع أنه لولو تحتاج لا بنفس الطريقة بس المشكلة مع الأولو والتغييرات اللي صارت في الـ Arden Sensor عامة أوريانا مع أنها ما هي support برضو نقصوا shield duration حقها من 4 ثواني اللي خلت 2 و 5 ثواني ما نعرف ليش الـ Forbidden Idol وهذا الـ Changes الكبيرة اللي خلت الـ Supports هذولا مرة تنرفوه الـ Cooldown Reduction من 10 إلى 5 الـ Heel and Shield Power من 8 إلى 5 Arden Sensor من 10 إلى 8 الميكايل من 20 إلى 15 الـ Shield Power والـ Heel الـ Redemption من 10 إلى 8 والـ Athens Holy الـ Athens Holy الـ Heel وحيدة اللي سويلها بف More damage is converted to healing into healing charges 25% pre-matigation damage 35% pre-matigation damage 36% pre-matigation 36% pre-matigation 36% pre-matigation 36% pre-matigation 37% pre-matigation 37% pre-matigation 37% pre-matigation 37% pre-matigation 37% pre-matigation 38% pre-matigation 38% pre-matigation 38% pre-matigation 38% pre-matigation 38% pre-matigation 39% 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 pre-matigation يعني مهما عارفين يحل المشكلة اللي صارت موجودة فيه بعد التغيرات اللي سوها عليه فقال لك حنشيله لين ما نعرف نسليح مشكلتنا ستيركس قيج صار عليها نرف أو غيروها الـ Passive Grants Bonus Attack Damage instead of Base Attack Damage فما تستفيد من الـ ستيركس قيج passive إلا لما تشتري Items AD طبعا هذا هذا التغير يأثر على الناس اللي تبني Trinity Force زي Hyrelia زي كنثيورا كل التوبس اللي كانوا تبني Trinity Force تيركس قيج جاكس هذا كلهم نرف بالنسبة لهم Grants 50% of Base Attack Damage as Bonus Attack Damage instead of additional Base Attack Damage هذا معناه قلل AD حتمبني الأيتم هذي مع مع Trinity Force احتمال كبير ما زال يعني هم سووا الـ Change هذا عشان كانوا حينزلوا Items حقا البروزرز في أيتم حتتبدل بـ Starex Gage الأيتم هذي كما نزلوها دحين فعشان كده ما أظن في أي بديل للبروزرز إنهم يطلع من Starex Gage حتى مع الـ Change هذا بس Nerf بكل الحالات Mow Bug Fix Presence of Mind Bug Fix ما في شي ضروري Saucery ما أدري ليش مشكو سليرتي مرة ثانية ونقصوا الـ Movement Speed حقها من ثلاثة الواحد ونص بس دبلوا الـ AD اللي تأخذها أنا من الناس اللي يفضل برضو الـ Movement Speed على الـ AD في الحالة هذي عشان الـ Utility اللي تحتاجها وزاعة الـ ADC's يعني تحتاجها الـ Movement Speed بوف الزيادة عشان تتحرك وتشروض وتمشي متبعد من الناس قل من الـ AD الـ AD يعني حتى الـ AD اللي بيجيك اللي هو 9.6% is not that big of a deal من سليرتي The Minion The Hell of Blades من يوم ما نزلوها ما في راحة بيختارها كثير فقام سولها بوف برضو حبتين زيادة يبو ناس يختاروها ما زال ما أدري مين أحسن ناس يتلاعب عليهم فيها وحنشوف Last Hit Missing Minion Last Hit By 3 damage الباتش اللي فايت عشان خفض دامج حق الـ ADC's قال لك والله لو ضربت المنين المنين و المنين كان بقي له 4 health حيدوك هي الحين خلوها 3 health أظن الباتش الجيح سيخلوها 2 الباتش اللي بعده واحد بعدين سيصفروها New Player Experience تتولير ضروري إيموت جديدة ما يهمنا Bug Fixes سينزلوا Play Maker Listen و Sweeper مثلا مش بطالة صراحة وبكذا نكون خلصنا باتش نوات 8.12 لاتكم السحر والعافية شباب نشوفكم على خير إن شاء الله في الباتش نوات الجيد إذا أعجبك الفيديو سوي سبسكرايب ولا تنسى أنه عندي بث يومي تقريبا في تويتش فقط واللنك موجود في الديسكريبشن ومعيد البث موجودة في صفحتي في تويتش فنشوفكم هناك إن شاء الله على خير يا حلوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة